من جانب آخر أصدر سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل انهيان وليو عهد أبو ظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة المجلس الذي يترأسه سموه يضم في عضويته كل من معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر ومعالي خلدون خليفة المبارك ومعالي محمد حسن السويدي ومعالي منصور إبراهيم المنصوري ومعالي أحمد تميم الكتاب وسعادة فيصل عبدالعزيز البناي الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة